اهلا وسهلا ورحمة بكم عدد جديد من الحصاد اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 ازمة سياسية حادت مربية البلاد بعد رفض قيس صعيد قبول اداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء اللي قال انه تحوم حولهم شبهات فسد ازمة سياسية قد تدفع البلاد لشفة الهاوية اذا ما تحكمش العقل وتغلبة المصحة العامة ومنطقة الدولة باش نرجع ليا سبابها الازمة ومختلف الاطراء الاراء المتروحة لحال حلتها وموقف حركة النهضة منها ومن المبادرات المتروحة ويسعدني باش يرافقني في التحليل والنقاش السيد نوردين البحيري نائب رئيس حركة النهضة المكلف بالملف بالفضاء السياسي والخارجي سيد نوردين مرحبا بك مرحبا بك وبالسيدات وبالسيد المشاهدين مرحبا خلينا في هذا التقرير التالي نرجع على جزء من أسباب هذه الازمة ثم نعود لنقاش لا تزال تجذبات والخلافات بين مختلف الاطراف تسيطر على المشهد السياسي في تونس أزمة باتت جالية عمقتها مسألة اليمين الدستورية رئيس الجمهورية متشبث بموقفه الرافض لأداء اليمين بالنسبة لبعض الوزراء الذين شملهم تحوير الأخير ممن تعلقت بهم قضايا أو ملفات تضارب مصالح معتبرا أن هذا الإجراء ليس شكليا بل هو إجراء جوهري داعي أن من وصفهم بالمناورين لعدم البحث عن حلول فقهية لا يجيدونها في وقت يتمسك فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي بفريقه الحكومي حيث تم تأكيد خلال لقائه الخميس ممثلين عن الأحزاب والكتل أدعم للحكومة على أن التحوير الوزري استوفى كل شروط الدستورية والقانونية لتتجدد دعوات لإجاد حل للخروج من المأزق السياسي فالأرجح وفق السياسيين أن يتنزل أحد الطرفين سواء بترجع رئيس الدولة عن موقفه وهذا قد يكون أمراً مستحيلاً أو في استقالة رئيس الحكومة أو ربما يكمن الحل في إعفاء الوزراء المعنيين وتعويبهم بآخرين ليكون بإمكان البقية أداء اليمين أمام رئيس الدولة أو ربما في الإجراء المستحيل حركة النهضة أحد الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي والتي صادقت على تحوير الوزري أكدت خلال اجتماع مكتبها التنفيذي دعمها للحكومة ودعوتها لاستكمال مصاري التحوير وتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد فيما أكد المكتب السياسي لحزب التكتل الضرورة الملحة لانتلاق الحوار الوطني لأنه الحل الوحيد الكفل بإصلاح الأوضاع والخروج من الأزمة بدورها حركة مشروع تونس أكدت أن انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ يعد أقصر طريق لحل الأزمة أما الاتحاد الشعبي الجمهوري فاعتبر أن اللحظة الرهنة في تونس منذرة بانهيار كامل لبناء المسار الديمقراطي يتبعه انهيار اقتصادي أكبر بعد أن تحول التحوير الوزري لمبارسة بفصول الدستور أمام تعانوتي رئيس الجمهورية تجاذبات لم تغيب عن قبة البرلمان الذي بات مسرحا للاعتصامات والصراعات بين مختلف النواب والكتل البرلمانية طحيدا عن مشاغل ومشاكل تونسي رئيس المجلس راشد الغنوشي قد يجد نفسه مجددا أمام عارفة لصحب الثقة لتتحمق الأزمة الحالية التي يعتبر البعض أنها تخفي مشاكل أكبر في علاقة بالمؤسسات وممارسة الحكم وتأويل الدستور ومعالجة القضايا انتظار لقاء بين رئيسي الحكومة والجمهورية قد ينهي الجدل الحاصل سينوردين التحوير الوزاري كان الهدف انتعوا ربما إيجاد نوع من التأناغم داخل التشكيل الحكومي لكنه لم يكن حلا بل كان بداية لمشكل وبداية لأزمة دستورية اليوم نعيش فيها في البلاد بل أكثر من أزمة دستورية هي أزمة سياسية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سبحانه المرسلين بداية نترحم على رواح شهداء الجيش الوطني اللي سقطوا في العملية الأخيرة ورب إن شاء الله يتقبلهم برحمته ورب إن شاء الله يرزقهم الجنة ورب إن شاء الله يرزق أهلهم وذويهم وكل التوانسة والمؤسسة العسكرية جميل الصبر والسلوان ونترحم على رواح توانسة ضحايا كوفيد اللي هي حرب تاحنة يسقط فيها يومين العشرات من الموتى والضحايا والمئات من المرض إن شاء الله رب سبحانه وتعالي قدرنا أنه نحمي وحياتهم ونحفظوا للموتى منهم كرمتهم بلادنا تعيش وضع سعيد أضعي من نجمين كروح التحدي وبلادنا كيف قلنا راي ما زالت مستهدفة من ناس ممنوش بالديمقراطية وما هم مش قابلين باشتونستكون دولة تحكمها صندق الاختراع وباشتونستنهض وباشتونستتقدم وباشتونستحل مشاكل التوانسة مشاكل التوانسة هي مشاكل تشغيل ولا هي مشاكل صحة كما قاعدين تشوفوا ولا هي مشاكل بنية أساسية ولا هي مشاكل حرية علام وغيرهم مشاكل حياتية واللي هي مشاكل تعليم واللي هي واللي هي واللي هي اليوم لأسف الشديد ما زال هناك استهداف لهذه التجربة المهمة في المنطقة والمهمة في العالم لهذه التجربة المهمة في المصار التاريخي لشعبنا اللي يثار وحقق مناها انتصار ويوم ربع طجان في 2011 مظاهر الاستهداف واضحة العملية الرهبية استهداف لهذه التجربة وهي محاولة الترويع والتخويف ومحاولة إقناع الناس بأنه ما قبل الثورة كان خير وكانوا قبل الثورة ما كانش تم ارهاب وقت اللي قبل الثورة كانت الكثير من عملية معناها الارهابية لكن كانت تحت التامية والتغطية والتغطية وما كانش تم إذاعات أو قنوات تلفازية تحدث حد عليه وكون النصف من أخبار تونس من قنوات تلفازية أجنبية عربية يعني سيد نورديني لا فهمتوا أن هذه الأزمة الدستورية والسياسية التي نعيشها هي مظهر من مظاهر الاستهداف طبيعي جدا وبلادنا تعيش للسياسية من خلال محاولة شل موسطة الدولة تقولنا احنا في مجلس نور الشعب شنجيه مجلس نور الشعب لا يسألش كلمة فقط لأنه التقرير في الحقيقة الفت نظري في حاجتين أزمة سياسية حادة نقول ذلك ما أزمة سياسية صحية لكنها مش حادة لأنه كنت أقول حادة يعني أزمة على كل المستويات هي أزمة محدودة في الزمان والمكان وفي مجال معين النجم محلو بشيء من الأقل وتتحدث أنه الكتلة تتنافس دوات سارة مثل مش كتلة تتصارف مجلس نور الشعب الله رحمه لك في مجلس نور الشعب هناك كتلة اللي هي كتلة عبير موسي احترفت محول تعطيل مجلس نور الشعب شنجيه لبرمان خلينا في تحويل الوزر والتعبير موسي قال لي المرة هذه جابت لنا البواق مرزاية تمدع شكل غير جديد معناها معناها التلعوط التونسيون الأكثر من 20% الأكثر من 20% وكان لقدر الله يصابه بجلده المرة جاي يجيب لنا تباله زكار ماذا هو الماذا وذلك يقول البلاد الصحية تعيش بشكلها تعيش صعوبات ومن مظاهر هذه الصعوبات اللي حصل في موضوع التحويل الحكومي اللي ما كانش غايته فقط التجانس الحكومي اللي كان غايته التفعيل بعض الوزارات اللي عزت على قيام دورها يعني نحن عشنا في ذل الوزارة القضاء تضرب أكثر من القضاء وكتبت محاكم أضرب أكثر من الشهن والوزارة لم تحرك ساكنا مع احترام من السيد الوزير السابق وعشنا في وزارات اللي هي عزة القيام دورها لذلك الوزير دوره هو تحقيق مطالب الناس والوزير دوره هو موجات الأزمات والوزير دوره هو حل المشاكل مشتعقيدة والوزير دوره هو تحقيق نتائج إيجابية لصالح التوانسة والصالح التونسيين في تلك اللحظة اللي هو فاة هناك عدد من الوزيرات عجزت عن قيام بدورها مشكورين لو قيام الوزارة هذية معناها بضل وجهد محاولوا كذا ولكن ممشاتش عادي جدا كما أي مدرب في فريق ما تبجيش معاه المولة الثانية الثالثة اللولة هزيمة الثانية هزيمة الثالثة هزيمة الرمع هزيمة يلتر معناها قائد معناه الرئيس الجمعية والي لاطر رئيس الحكومة والي لطر رئيس الوزارة والي لطر معناها الوالي والي لطر معطمال الى احداث تغيير لتوفير حاجيات الناس والذلك اللي تلبط تحوير هذا هو حاجية الناس التونسة تتشكاهم من Desde الصحي وما تنشكاوش تتتسكاهم من ارتفاع عدد الوفيات ما تنشكاوش من تشكاهم من وضع المستشفيات وما تشكاوش نتشكه في الوضع الفلاء يعني تم حالة متعجز حالة متعشللة حالة متعادل قدرة رغم المجهود ورغم التضحية هذا إضافة إلى محاولة إدخال جرعة سياسية ولا حزبية للحكومة لا مثل ما جرعة سياسية ولا حزبية كل الوزارة مستقلين الوزارة حافظت على خيارها الأول وهي حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة وغير متساياسة وهذا يثابت ولا حقاش فيه وهذا يباتفاق تقريبا كل الكتل الدعمة للحكومة ولكنها حاولت تجاوز مواقع النقص اللي نجمع كل الوزارة اللي كانوا قبل ما عندهم مش مسؤولية فيها إنسان يبدل يتعب يخمم يشهد بارك الله وفيهم على الشهادة من مشكورين على دورهم ولكن النتائج يكون أضحى ولذلك التغيير كان لغاية تحقيق مطالب معناها مطالب الناس في بال التغيير ما يتطلبش كل هذا الجدل عفاء الوزراء وتشكيل الحكومة ويدخل تعديلات على هيكات الحكومة من صميم سلحيات السيد راسح حكومة مناقش حد لكن رئيس الجمهورية قولك أنه زاد من صميم سلحياتي أني مؤتما على الدستور قال يقول أن الدولة باش تحارب الفساد وأنه واني نرفض أنه المحمونين بشبه الفساد نرفض اليمين أنا أقول عنه ملفسات كالسيد راسح حكومة قام بتحرياته والشاهد وانت هائل أنه ما ثماش من الفضايا ما ثماش شبهة دي ما هو أنا أن نقوم نطلب حالته على القضاء شو مشك هناش يطلب السيد راسح حكومة ويطلب من وزير العدل باعتباره رئيس نيابة العمية كل هؤلاء المقفلان اللي أنت جبتوني حلو على القضاء يا أنا يكون حال في كل حالات مثل هالقضايا ما تتحلش بس تتحل يوم حالة البحث عن الانسجام والبحث عن التعاون والبحث عن الفام واشتراك والبحث عن ما فيه مصلحة البلاد لأنه شوف البلاد اليوم أتعاني من مشاكل كبيرة برش وهنا نشوف الناس اللي حريسة عندها أشعر عليها تعطيل السير العادي في البلاد وعلى الزج به فيتون معناها الحرب الأهلية واللي تدعو التباغذ وتدعو معناها الكراهية واللي تحرض في التوانسر بعض من بعض واللي استهدفت حتى قوات الأمن المظهر اللي خلاله شفتوه شفتوا ما الذي حصل في شراب الجيبة نحن مع حق التظاهر حق مقدس نظن من أجله حق دستوري حق التعبير حرية الرأي حرية تكمل الحزاب حرية الضال لكن نحن لسنا مع أن تتحول هذه المظاهرات إلى عملية استهداف سنر دين جنجي لكل هالقضايا خليني نربح معاك الوقت خليني نستثمر وجودك معايا نعم خليني نستثمر وجودك معايا ونرجع لمسالة البلوكاج اليوم الموجود المطلوب أن يحترم الجميع في مؤسسة الدولة والأحزاب والمنظمات والجمعيات يحترموا مقتضيات وقواعد التعايش مشترك في البلاد هذه تم قواعد التعايش مشترك وفي كل تجمع بشر تم قواعد التعايش مشترك من بينها الدستور والقانون والدستور في علاقة بين السيدين رئيس الحكومة والسيدة الجمهورية التي لا يمكن أن نقوله إلا الاحترام والتقدير ضابط هذه الصلاحيات بشكل دقيق الكل متفق على احترام الدستور لكن لكل تأويله هو رئيس الجمهورية تقولك أن المؤتمر على الدستور لا ما فيهش تأويل هذه هذه هي معناها إعفاء الوزراء وتعيينهم وتعديل تركيبة الحكومة من صلاحية السيدة الجمهورية ولا محلة شوفنا فتوى فقية شوفنا فتوى فقية من شقيق رئيس الجمهورية ولا من صلاحية السيدة الجمهورية وهذا ينقص حتى شيء من مكانة السيدة الجمهورية ومن مكانة من برلمان هنه برلمان يعني أنا دوري نقبل تزكير نزكي اللي نحب عليه وما نعطيش توتي نحبه لي اتذكر سيد هذائي حتى ان كنت نضده انتهى الموضوع في بيانكم من تعالى المكتب التنفيذي دعمتوا أولاً الحكومة ودعوتوه لاستكمال مسار تحوير وزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهمهم وكأني بكم تدعو إلى الفتوى سيد عياذ بن عشور للذهاب والموضي نحو الإجراءات المستحيل نحن ندعوه إلى الخروج من هذا الوضع كيفاش نخرج من هذا الوضع معناها تم حالة متاع شلل يعني سبعة ولا ثمانية ولا حداش نزارة واقفة معنا تحمل بلادنا حكومة كل واقفة تحمل بلادنا تحملش في ظل استهداف انتهى رهاب وفي ظل استهداف الحرب يولدي تم بلاد تخوذ حرب يصير فيها هيكة هلأنا في حرب يخبطوش في حرب مش ناس كلها قالت نحن في حرب من ضد الكورونا يخي تم حرب أقوى من الحرب اللي نعيشوا فيها كل يوم تسعين مائة كل عشرين دقيقة عنا وفات تقريبا كل يوم تسعين ضحية ومهي الضحية ومعيسة لضحايا والمستشفيات ملأة ومكتظة بالمرضى يتم بلئ حرب معناها إذا كان الحرب إذا كان موت ما رجعت الناس شهد الأقل النخبة السياسية هذه اللي تحكم في البلاد اليوم إذا كان موت ما ذكرتهاش إذا كان موت لمده وكن واعي ذن شكوه مش كوه واعي شكوه مش كوه وذلك قول سهلة برشة الوضعية سهلة برشة الوضعية دستور واضح وسياد بن عشور وستد الجميع سياد بن عشور كما قرراني قرر لستدقي السعيد وهو على كل حال معنى عنوان من عنوان القانون الدستوري في البلاد وهو لقى لكلام هذائي مش عياد بن عشور فقط قالوا عياذ وقاروا غيره من أستاذ الجميع في القانون الدستوري إذا كان ثم يعني أنه ما نتوقعش في كل حال وأنا أملي وما زال عندي ثقة في السيدة الجمهورية أنه يتجاوز هذه العقدة لأنه ما هي في صالح التحدي لا هي في صالحه ولا فيدته ولا هي في صالح الدولة وهذه اللي همه أكثر من نفسه لأنه حريص على مسلحة الدولة والغايات النبيلة تتحقق بسليب قانونية ودستورية لغايات النبيلة مهما كانت درجة نبلها ما تحققش بمخالفة الدستورة ومخالفة القانون كذا إذا كان الدستورة يحتاج إلى تعديل أو يحتاج إلى تطوير خليوا الوقت اليوم الصورة واضحة هناك رئيس حكومة عينه سيد رجل مهوري ونحن زكناه من باب حماية البلاد من الفراغ وذكروا مليحي كما قلناه وقتها قلنا لن نترك زوج الفراغ وسنقبل بالسيد إنما نهى هشان مشيشي رغم أنه لم يكن الشخصية الأقدر من خلال فهمنا الدستور لأنه شخصية الأقدر هي الأقدر على تجميع أصوات المزكين النواب اللي ترجعون لهم الحكومة ما تتنجمش تعدى إلا بالتسكيمتها ورغم أن يسيه هشان مشيشي ما رشحوا إلا حتى تعدى إلا تقريبا نايب واحد ورشحوا السيدة الجمهوري وكلفوا قلنا يا أهله وسهله حماية توصف الفراغ أولى من سرعات ونهات ما هو إنسان يقوم يقوم على اعتبار هذه المواقف برشا ناس تقلقت من حكاية الحوار حول تشكيل الحكومة هل يكونوا مباشراً ما ليكونوا عن طريق منهة سائبة وقلنا ميسالش وبرشا ناش قلقت من هو شخصي لاقدر هل هو شخصية لاقدر على تجميع النواب اللي نجموا يرحم حكومته ويزكيوها ويسندوها أما هو الأقدر حسب رأي السيدة الجمهورية وما ناش عارفين علاش وقبلنا وما خدناش خلاف وبرشا ناس قلقت وقتلي من يسحبنا الثيقة من سي الفقفاخ وقيل أنه استقالة قبل سحب الثيقة وما كبشناش مقلناش وقتينش نستقالوا فنستقال خلق الاستقالة مو عندها تاريخ وتضمن في مكتب الضبط يوماً شهراً ويوماً وسنةً وساعةً ودقيق وقلنا ميسالش قالت سيد الرجل موري استقالكم استقال يعني هاي موقف هذه الدل يعني سنوردين توا كل الوقا يعني هاي موقف على الدل معنا الدل على ضعف أو الدل على عجز هذه الدل على الوقت اللي نلقو وثمم كريم تأخي لاف في قضية جزئية نتخلاه على الخلاف ونقبل ونجاوزه وهذا موقف وطني مهم اليوم ماشين في التنازل عني ثاني اليوم مطلوب السيد الرجل موري أن معناها يرد على هذه التحيات وعلى هذه التنازلات وعلى هذا التعاطي الإيجابي معه بيرد إيجابي يعني سيد الرئيس الحكومة عين ناس فيهم شبهة فساد يتحمى سوريته يتحمى سوريته هو أخي وزير الوزير الوزير التحال ومقوف في السجن لا وزير البيئة هي مو صدقة لها سيد الرجل موري نعم مو صدقة لها وشنو اللي يخسر هو وقتاً اللي تفتح تحقيق وتحال الحبس يخسر هات شي مدام بلادنا فيها قضاء نعم ومدام بلادنا فيها مجتمع مدني في مراقب ومدام بلادنا فيها شفافية ومدام بلادنا فيها علام حر بقدرة لا يش مخفوش ولذلك أنا أدوى سيد الرجل موري مع كل المحب والتقدير لموقع ولي شخصه أن لا يكون سبباً في مثل هذا الشلل الذي يصيب الدولة الآن وأن لا يكون سبباً في ممكن أن يصيب تونس لقدر الله بسبب هذا الشلل وفي ممكن أن تضيع منها بسببه أرواح ومصالح وقاله سيد الرجمهوري أن يحترم أحكام دستور وأن يسمح لهؤلاء الوزراء باديا اليمين ولي عيانهم يتحمسه حسب الكلمة الأخيرة المنوردين تابوبي ظاهر أنه رئيس الدولة ماشي في التمسك بما اعتبره معناه احترام للسلحيات وهذا شفهمه لكن قاله باش يتنازل في الأخر وثم سبق أن تنازلته منذ 2013 منذ الحوار الوطني في حكومة تريك وتنازلته على الحكم سيفا أكبر من تنازلات الجزائية اللي كنت أحكي عليه أرشي تنازل ما يتسميش خسر معركة ولكنه يتسمى تنازل لمصلحة البلد هل التنازل أنتما معناها متروح أنتما أتينا في دعم أنتما أتينا في دعم لا ما أشترف فيها واليوم اجتمع رئيس الحكومة هذه تم سلاحيات سيدرس الحكومة أولا وثانيا يعني يا أخي إذا كان الدستور يكون واضح إذا كان الدستور يكون واضح ونحن نفعل خلاف وضوحه طالش معناها ما ندخلنا في مرحلة اللي دستور في مرحلة اللي قانون دخلنا في مرحلة عدم احترام المشترك بين التونسيين والتونسيات المشترك بين التونسيين والتونسيات اللي يوحدنا ويجمعنا ويحفظ كل واحد حقه ويضمن كل واحد معناها الحدود تصرفه هي الدستور والقوانين والقواعد المتفقنة اللي هي الناس كل قواعد العيش المشترك إذا كان دخلنا فيه أولا سأل موضوع ما تهمش حزب معناش ألت ناس نحن جابينا السيدرس الحكومة مجموعة وزراء ناقشناه في بعض منهم قلنا له في الأخر يوم تزكية مدامك أنت مزر ومقتنع أن هؤلاء ليس فيهم أي شبهة فساد أو شبهة تظهر المصالح وأنهم نقيين يعني وما يحتاجوش كل هذا الجدل نحن نحملوا كل مسؤولي نحن أستنعوا زكي كما زكينا أخي نحن توقع كزكينا حكمة الفقفاء كيف تذكر مليح أنت ولا يا أخي موش أنا قلت لو ثم شبهة في عملية تفاصيل وزارة البيئة على وزارة كذا وأنا صدقنا في مالي بحاجة شيء لكن العقل أي واحد عقل شوية يقول لماذا الإسرار لماذا الإسرار وذلك قلنا كذا ولكن وصوتنا له بعد تبين كونوس الفقفاء خوبير وعنده تضرب مسألة ما ترددناش في سحب الثقل منه رغم له صديقنا ومناض مناضل وخدمها من بعضنا موش اليوم وخدمت بعضنا من وقت اليوم رئيس الحكومة اللي هي مسؤوليته قام دوره يتحم مسؤوليته إذا أساب نقول له أحسنت وإذا أخته نقول له اختهت ونحاسبه حل الأزمة يكون بطريقة قانونية دستورية ولا أزمة هي الأصل أصبحت سياسية لا هي أزمة قانونية دستورية ماش سياسية ما عنداش علاقة بالسياسة عند حلاقة باحترام صراحيات كل موسط موسط الدول معناها ما هي غدوة نولينا في الحكومة صدر القوانين ما هي تفهمش معناها ما هي غدوة على حكومة نجم يتكى في بيروس هات القانون يقولوا عليش يقولوا أنا غالب هذي القانون هذي حاجة بيه مستاجن وانتو معتلتوني في موكي تبني ثم تعطيل نعطيوك نحن ما كتذكرت لازمة المرسيم والناس اللي كانت تقبل تناضل من أجل أنه يكون ثمة تفويد لإزار المرسيم الرئيس لحكومة السابق ونحن نقول يا ولدي نعم من نزدون يوم الرسيم لكن حدولوا المجالات وكذا اليوم رافضة أصلا اعتماد الإجراء الستثنية في مجلس نواب الشعب بمعنى من يدل المسألة متعلقش لا بقانون ولا بدستور ولا بمصالح البلاد ومصالح التوازل المسألة تتعلق برغبة سياسية عند البعض وحاشة السيد رسالة المورية أن يكون في طرف مثل هذا رغبة عند البعض في معناها توتير لوضاع السياسي في البلاد وفي تدمير هذه التجربة وتخريبها ولربما نحب نقول لك حاجة لربما اتجاه ليبيا نحو الحل يخلي بعض الناس في تونس تسرع بعملية التهريج ومحاولات التخريب لأن استقرار الوضاع في ليبيا يعني بالضرورة استقرار الوضاع في تونس واستحال ترباك الوضاع فيها يعني الناس مربوطة عربية خلقولها من جديد واجهوا انضاءة اقليمية اللي هي ضد الثورة العربية وضد الثورة العربية مش لأنه اسمها ثورة الناس هذه ما تحبش انتخابات ما تحبش الديمقراطية تحب ناس الذكية هي وتفرضها على اتوانسة ما تحبش فانسة ينهضوا ما تحبش المحاولة ثم جملة من الاختراحات ترحت في المودة الأخيرة من بين في المنتجع السياسي خليني يقول لانهاء الأزمة من بينها مطار حسيد سامير ديلو مثال معناها يقول مهم جدا أنه يتم هالوزرها ذو ما يستعفيه وإلا ثم ترحى آخر يقول لك أنه ربما من المخارج أنه لا يستحكوا ما يقدم استقالته وبالتالي يقدم استقالته ما نعملو ترجع الأمانة اللي يصحبها وإلا ربما الحركة النهضة ولا الحزام السياسي توفر له ربما فرصة نعمشوا الفراغ وضامنين وضامنين أنه بعد ما يستقيل ولا يستقيلوا نلقوا حل نجمتو ما تقدموا لأي حتى سحب فيقة نجمت قدموا لأي حتى سحب فيقة وتعاودوا وترشحوا من جديد وبعدوا وبعدوا يتلهي الأزمة السياسية على قد واتخاف بالعكس ستدخلوا فينا فق لن نخرج منها تعرفها ليش تهي المشكلة الكبيرة والمشكلة الكبيرة في البلاد هو المساة الدولة غير قادرة على توفير حاجية الناس اليوم توفرهم في الخبز والمقارون وكذا ممكن لقدر الله لتسوم مرة للوضع على هذا الحال ما تقدرش حطبه توفرهم الخبز والكس وماك تعرف الأزمة متاع القاز شنو اللي صار والأزمة متاع الدوية شنو اللي صار وهو عنا جلسة باش نعملوا نصارق على اتفاقية تعلق معناها بالتلقيح حوضوا تعطلها توجي بلنا طبالو زكار عابر موسي توجي بلنا طبالو زكاري وأبواق وتعطلونا جلسة العامة وبعد يقولوا رأى المجلس في أزمة يهود يقولوا رأى ثم مشكون في المجلس وسميه بالاسم هلاش خافوا من الحق لو فعلت اسمعنا اسمعنا لو كان اللي عملت الشيه هذك اللي عملته عبير أبواق وطبالو زكاري وكذا وتهريج وعياته سبان واعتداب العنف المادي اللي قريب يؤدي بحيات بشرق اللي بيقتلوا لو كان عملت وانا زي ما تكون زي ما نفسها لتفعل هو البعض يحملكم أعم هو البعض يحملكم مسؤولية حمال مسؤولية حمال مسؤولية للتيار الثوري غدت محس素 حمالكم مسؤولية يحملكم اسؤولية يقول أنه هالتيار محسوب على الثورة وعلى دعم المسار الانتقالي والانتصار للمسار الانتقالي هم بتشتتهم وب بتفرقتهم وبتفرقهم هما قال خلاوا المربعات للتيارات الشعبوية هذية باشتنى وشهد من الطيارة المحسوبة للثورة واللي عملنا مع حكومة الجملة وسقتها واللي حبينا نعلم مع حكومة فخفاق ودجدجة انا مقولش نهضة انا قلت تيارة دا تهو شريك اليوم العبير تهو شريك العبير اليوم سمعتوا صوت منهم ضد عبير تكلم حد ضد عبير خارة مش معقول يوقع تملع تيداه بلعون في الماد يخلح سولة على سي فايسل دربائل ان شاء الله ربيش فيه مش عم في ماد ي تيراشو صوت عزيين درجة دا مولداتك هاو شكول هاو شكول كل اليوم الغاية انت عن الناس اللي تحب تخرب لو ضعف البلاد وتدمر هذي التجربة وتعمل انقلاب عليها وقالوها هاو واحد فين من ناس قالها بعض وسائل الألام تحدث على انه ما رشح مشكون مدير ديوان الرئاسة وما نصورش سيد رئيس مش في الشياء ضايا نصورش لانه في كل حالات سيد رئيس عنده حد قد من الإيمان بضرورة الاعتدال وهو واعي بانه رئيس لكل التونسيين تحكي على محمد عبو ما يبوضو حي باي خاطر نعرفك واضحا باي اكثر من ذو حضايا يعني اليوم تم استهداف التجربة تم دعو الانقلاب تم دعو التغيير النظام السياسي بغير الأساليب اللي نصح عليه التسور وهي انقلاب تم محاولة تسريع الخطاء نستجري لانا خايفة من استقلال الوضع في ليبيا وعارفين استقلال الوضع في ليبيا سيكونوا لهم عكاسي جايب على تونس الناس تجري تلهت ولا تبوك والمرجاي تجيب لنا اسي وتجيب لنا لك الموجان وتجيب لنا القناة بالملاك مش عارفين فيش تعمل المرة هذي بيدع من مباشر وغير مباشر من الوخيان الثوريين يكون تحكي له واللي قلنا له بوخيان الثوريين وقت اللي جاءت تعديل الحكومة العقير قلنا له مسؤول خلاف بناتنا نحنا تيماك منتوما بيديك تقول نحنا مختلفين عقومة الفخفاك ياخي موسي محمد عبه القار اني سبت شكاية بالفخفاك مش قال هو قال اينا بعتمي لفه القضاء يانا ممتفخين فانو الفخفاك ثبت في حقه تضارب مسالح وفانا ما كناش نكذب على الفخفاك كما كان يقولونا وفانا كيف دعينا اللي قالت الفخفاك مش استهداف للشخص الشخص نحترموه ونحبوه ونقدروه وهو صديق ولكن حماية الموسات الدولة وسيدنا جمهوري نفسه خليني لليوم على الازمة السياسية وسيدنا جمهوري نفسه مع الشيء هذي يتيب اليوم ايش نعملوه نزيلو نحطه فراغ نحنا ما صوتنا لحكومة السياسيان مشيش قال لي ما اخترناهوش وما اخترناش وزراء حماية التوصف الفراغ اليوم ايش يدخلونا يستقيل مشيشي ولا يستقيل وزراء متعو ايه وبعد يسير البلاد شكومش يحكمها شكومش شدها البلاد التواصل شكومش يحميلها مرواحهم التواصل شكومش يوفرهم حاجياتهم التواصل شكومش يسمحهم التواصل شكومش يقودهم التواصل شكومش يداف عليهم ندفع معناه تم واحد عاقل في البلاد تم واحد عاقل في البلاد انتم كحركة عاقل كحزب كبير تم واحد عنده حساس بالمسؤولية وانه يتحاسب عليه كدام ربي وكدام العباد يخلي البلاد في حالة فراغ سنوردي ندومك حزب أول في البلاد الحل لا هو في استقالة الوزراء حزب تقديرينا ولا هو في استقالة سيد المشيشي بل بالعكس نحن ندعمنا حكومة المشيشي وما زلنا ندعمها حماية اللي روحة تونسة وحماية العراثم وحماية تونس ووحدتها واسم منار الدولة لأننا نعرف كونف الفراغ على المستوى على هرم السلطة تعني الحرب الاهلية وتعني استراعات وتعني الخراب وتعني مناه عصابات النهب وعصابات سرقة وتعني تجار الحروب هم اللي سوري في البلاد ونحن نطلع شيئا نحن روح تونسي عز عنهم أنتم ضد استقالة الوزراء ضد استقالة رئيس الحكومة ما ثماش دعوات شلزنا لهذا وقتنا الحل دستوري واضح شلزنا لهذا لكن الرئيس المشكلة أنه متمسك بقراءة دستوري هو قال هو قال صرح صرح أمام في استقباله لنوردين تبوبي قال أنا متمسك برفض الأداء اليمين للوزراء هذه واضح معي من ناحية دستورية حسب أساتيات القانون السوري بإجماع أساتيات القانون السوري تقريبا خطأ وأنا ربما معناها السيد رجمورية كان عنده حاجة يحب يبلغها ما يبلغش بشكل كاف في تقديري أنا حل مشاكل البلاد تكون بالإحكام الدستور والسيد رجمورية هو ضامن وحدة التوانسة وهو ضمان وحدة التوانسة تتجسد في مثل هذه المواقف والمحطات والسيد رجمورية هو الكبير مفروض يكون كبير في كل محطات وعلى كل في غيابنات الخاصمي فرقياسة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي ما انتلزوش لقدر الله ما انتلزوش إلى دخول في متى هاتنا فق متاع فراغ سيستغله أعداء تونس وأعداء السيد رجمورية وأعداء الديمقراطية وأعداء تونس العربية المسلمة سنوردين تماشي مبادرات لحالة هذه الأزمة تماشي مبادرات وساطة احنا سمعنا أنه ربما سيد أحمد جيم شابي قاعد يقوم بمبادرة تماشي حسب عالمكم ما ينتظرش الوقت ما ينتظرش ما تم أقول تم أقول في هذه يختلفوا ونعجزوا مش مقول رو بلاد مشلولة رو حداشي وزارة واقفة رو ناس حاجتهم بأمنا رو فيه وزارة الداخلية فيه وزارة الساحة فيه وزارة العدل تم أقول ثلاثة وزارات لهذا الحجم اليوم ما معناها مشلولة بسبب باش بسبب خلاف حول ما معناها إجراءات اللي ما معناها الدستور فيها واضح وسريح ما مش مقول تشعروش اليوم ربما أنه كل ما تتجدد أزمة في البلاد تتجدد نقدنا وحاجتنا ربما لإرساء المحكمة الدستورية اللي ربما كانت نجم تحسن من الخلاف وهذا ربما يعتبر فشل من أكيد معناها أنه يزم إرساء المحكمة الدستورية وذا يقولناه ومش نعاودوا نقولوه لكن اللهم من المحكمة الدستورية هو العقل الوطني الجامعة هو المسؤولية الوطنية هو روح معناها الإحساس بحجم الأمانة اللي معناها معناها علت على السم معناها على الناس وفيها أحد وفيها أبا معناها هو حجم الوحدة يقولني يفهموا ما معناها رواح متع توانسك هي الواحد يكون سبب فيه دارها أو ملك توانسك يكون سبب فيه خرابها أو تونس ووحدتها وثورتها روثة ما مكسب إخي نحن عملنا مكسب وما عملناها إخي نحن بنينا دولة في دول ما بنيناها إخي الناس كلها في العالم يقولوا الثورة هذه تجربة رائدة وثورة رائدة ونس كلها مساندتنا ووقفة معنا وما للدار مش في باني ما في بلهمش ما هي كما الواحد اللي عنده كنز في دار وما في بلوش وما للدار تحب الطيح سقف على روس هي مش معقول رو نعم سنوردينا خلينا نمشيوا للبرلمان عرضنا للمانة سمة الأرض فأباين حملناها نحن حملناها نحن حملناها نحن يعني شو المشكلة ثم خلاف حول قضية جوارية هذه قضية بسيتها هذا ريش حكومة يتحمس وليت فبن عين يقول لي غدوة لا قدر الله لو يثبت أنه أي وزير مورد في الفساد كي محصول غير أخي بالياس أخي سيليس بغفاق شكونا عينه ريش حكومة خيس سعيد نعم رئيس الجمهورية باختيار الحزاب لا ما أختاره يهد 3 فساد أو فيه شبه تفساد أو فيه شبه تذر بسارة حسيني خطي يش نعمل تره كل يش نعمل هو أخلاقي كل من تعلق بي شبه تفساد يتحملش المسؤولي العام الوزير البعد أدى اليمين وما أدى اليمين خليني نمشي بالبرلمان وفوق الأزمة واغتلي جي تحت مصر الآخر استقال لون استقال والثاني هكا رب يشغل الفرج على اليمين للك مش هاربة مش هاربة لكننا عنا مثل الباهي سيد عبد الكافي وقتل ثم شبه تفساد استقال كان المهم الأصل كمينيك يعني هو كانت قدامه شبه تفساد وملف في المحكمة ولا ما عنده حد شي يستقيل مثبتها روح حاجة خليني نمشي البرلماني سي نوردين البرلماني اللي يعكس بشكل أو بآخر ربما السورة السلبية ربما ليواقع نخبة سياسية شيء من العقل هذا المطلوب هذا المطلوب وتقليل المصح الوطني شيء من العقل وشيء من مراعاة المصح الوطني ومراعاة ربي سبحانه وتعالى لأنه نهارها دي مش تحاسبوا عليه نحن رانا يا ماما مكسب للتونسينا جميعا ماما مكسب منطقة نحن رانا نتعاملوا مع نوارة المنطقة والعالم نحن رانا نتعامل مع معناها شامعة تذيء في ظلمة نحن رانا نتعالم مع تونس تونس اللي وقتل تمشي لامريكا يقول لك تمشي للغرب تمشي الشرق ما يزناش يكونوا نحن لقدر لاسباب في اطماء هذي الشامعة وتدمير هذي التجربة والطلحية والتفريط في دماء الشهداء لاخرهم الأربعة اللي ماتوا في جبال مغيرة حرام حرام جدام ربي وحرام جدام العبياء نتحاس واليه ما يزمش من أجل شكليات ما عندها حتى قيمة ونقولها بكل وضوح ما عندها حتى قيمة ما يزمش ندزل البلاد الهاوية واندزوها الفراغ واندزوها الخراب وبعد يقولوا يا وح لن يغفر لنا أحد من التونسيين كنت تذكر في بعض المعالف لن يغفر لنا أحد من التونسيين مثل هذا الخطأ لو حصل قدر الله شوية تعالي على حسابات ضيقة وشوية تعالي على حازيات وفروض ما تكونش بين مؤسسات الدولة وشوية تحمل المسؤولين والسيد الجمهورية القديمة هو الحافظ والحامي للدستور والحامي للوحدة الوطنية نعم البرلمان ربما يعكس بشكل أو بآخر واقع النخبة السياسية في البلاد اللي نشوف فيه في البرلمان اليوم والصورة السيئة اللي نشوف فيها في البرلمان معارك وسياح وكنت تذكر في بعض المظاهر تساعد الخطاب الشعبوي تساعد الخطاب القصووي النافي للآخر حتى لو أن الجلسات العامة عبارة على جلسات مسرحية اليوم من فرجوا عليها يعني شكونا اللي يتحمل المسؤولية في هذا أنا لا نشوف في تساعد خطاب شعبوي نشوف تساعد حملة تستهدف الثورة وتستهدف موسيقى الدولة من الناس اللي يتم اللي بالثورة ولا يتم موسيقى الدولة ولا يتم بنسور ولا يتم بالرئيس قيس عيد أصلا ما يمستهدف حتى أحد وأنا أرى كونه حملة الاستهداف تونس وتجربتها الحديثة تجربتها باعتبارة تجربة الديمقراطية تجربتها لأنه فيها حرية تجربتها لأنه فيها سنرقة اختراع تحكم يعني الشعب السباح هو سحب السيادة مش شعب منها أسير واللسيات ومفرط فيها منها الغيرو تجربة شعب تونس اللي حبيانها يحبي يستغلط هرواته اللي يتنهبت وتسرقت ومزالت تنهب وتسرق شعب تونس اللي حبيانها يحبي يكون عنده تعليم راقي يحبي يكون صحة راقية يحبي يكون عنده بنية أساسية كبيرة يحبي يكون في حجم طريقه في حجم حضارته وفي حجم ما ينجزه اللي سكروا النارد هذه منذ ألاف سنين تم ناس متحب الشيء تم ناس تحب تونس وغير تونس تبقى دي ما سيرها لها هي وتبقى هي اللي تحكم فيها لكن ثم تغييرها تقليمية اليوم اليوم ثم مصالحة خارجية اليوم ثم انتصار الديمقراطية في أمريكا اليوم ثم مصالحة في ليبيا المخطات الاقليمية هي جزء من مخطات استعمارية دولية تحب تفرض على هالدول هذه اللي يعتبرها دول صغيرة تحب تفرض عليهم معنى أنا استقلت من فرنسا باش نولي معنىها مستعمر البعض شجلات النفاق فيه إحدى الدولات العربية سمحني في الكرة ايه لكن ما عاد سينورديني اليوم بعد المصالحة ما عادش نحكيه عشي هذي عام اليوم بعد المصالحة الخديجية ما عادش نحكيه ياما موصلهاش تليفون اي مثلا ياما موصلهاش تليفون مزال موصلهاش الخبر كونه قص تيزي في البرك وياما الناس اللي عملت المصالحة مزالت موصلنا على تخريب بوضع في بعض بلنا انت الاختر من هيك كي مصر اليوم مشاركة في المصالحة في الليب نعم مصر الدولة العربية العظمى نحويه بمناسبة دونك الاصر فيه الأطراف السياسية في تون استقرأ منيح التغييرات تقليلين موصل الموصلش تليفون موصل الموصل الموصلش ما لذلك اللي نقوله هو تم إسرار الربك الوضع من خلال التشويش في المجلس بها سليب لا أخلاقية ولا قانونية ولا دستورية صحيح يعني لاش اخذتوش اجراءات كي هي ماش خلونية ما عنه اجراءات اذي كان هي غير قانونية غير قانونية غير قانونية وبحكم الحسانة تعجز على تطبيق القانون عليه البعض يحمل البعض يحمل البعض يحمل بالمضاهرات ويعتبر هو مسؤول على هالأزمة دي بل يطالب حتى باستيقالته هاي البعض يحمله هو المسؤول يقول لك عدم قدر على إدارة المجلس واسمعتوها الختابة دي موجود البعض من التيار اسمعناها من حلفاء عبير نعم اللي حلفاء بالمشاركة أو بالسكوت هل تتوقع انت طو طيار ثوري منوخيان عاشوا معانا من النضال من أجل الثورة هذه وضحاوا وكان عندهم شهداء وكان عندهم مسيجين وكان عندهم يعني وقادوا التحركات وقادوا كذا يسبح فيه خير عمره ورب يطول فيه عمره حليف العبير تتوقع هيك معقول هذا شو اسبب شو اسبب يا أما فاشلكم وانتوما في آنكم تجدوهم ليكم وانتوما وإلا نجاح لعبير في آن نجمة تستقبهم لا 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 هذا هو شيء يقول لا فاشل نحن هي النفس اللي مارب الزو اللي ما تشوفش في الوضع الكل إلا نفسه يا بلاد هذير البلاد الناس كل لا تنجم انت تسيطر عليها كيف فتاة ولتاخو عشر وزارات يعطيك وزير دولة مكلف بك كذا وكذا وكذا ما تنجمش حكم واحدك راو وبلاد هذية راي بلاد مبنية على التنوع والتعد ويزم ناس كل تحترم بعضها فيه ويزم كل تونسي يلقى حظ وذلك أنا طوانا ما استغرابش كل منجي الرحبي اللي هو تقريبا النايب الوحيدة اللي بقيها الجبه الشعبي كان عنده خمسطاش والاستاش النايب منجي الرحبي اللي هو في وضع العزوزة لهذه الويد كل عام سابع يعني جبهة كان عنده استاش النايب يعاقبها الشعب يعاقبها يخي ما هو عدم تصويت عقاب ولا نعم أخي النهضة كانت عنده مليون هابطل الستمائة الف ما يتسمىش عقاب ما هو تقوله عقاب عقاب نعم يهي طيب ملا إذا كان النهضة اللي وله عندها ارب وخمسين نايب عقاب يمال الموجي الرحوي اللي كان عنده استاش ولا واحد ونجاح بل فين صوت مش بخمسمائة الف صوت في كامة راب الجمهورية يمالش يتسمى الموجي الرحوي اليوم مع عبير ويحكي يعني شو هؤلاء الغريب فين مش هذا فقط نقولي هي مش هي وما زل يحكيها الثورة نعم تصريحات الأستاذ راشد غنوشي السبت الماضي زاد أثارت الزوبة واعتبرت كأنها صب الزيت على النار دعوته لبرلمان نظام برلماني كلي واعتبار منصب الرئيس منصب رمزي جاءت كأنها ما هيش في إطار المناورة بقطر ما هي كانها زيادة ربما للتشنج الموجود في الساحة السياسية تم الناس ما تفرقش بين الموقف العملي والسياسي وبين الموقف النظري سياسيا نحن كنا شركاء في سياقة هذا الدستور وبيناء هذا النظام السياسي اللي تم تقريبا بشبه إجماع واللي من مخرجاته كانت التوافق الوطني نحن ما زلنا نعتقد كون البلاد نلتعيش ثورة اليوم ومزالت ثورتها مصمرة ويزمها تنجح يزمها تشارك ويزمها توافق نحن ضد إقصاء أي طرف لا من نقص اليمين ولا من نقص اليسار من حقه وحرمانه من حقه في دارة الشلام إلا من يقصي نفسه نحن معاه أنه قاعدة الحياة المشتركة والمشترك بين التونسيين اليوم هو دستورهم وهو مؤسساتهم المنتخبة وهو قانونهم وهو مصالح البلاد أنا في أي إتار هذا شيء وأنه السيدة الجمهورية مؤسسة معتبرة ومحترمة ونحترمها ونحن شاركنا في انتخابه حتى لو كان ما انتخبناها بل نحن انتخبناها ودعنا لها ونحن حتى لو كان ما انتخبناها تبقى مادامي ما انها مؤسسة منتخبة تبقى مؤسسة محترمة عندها سلاحياتها ولها منها وكل الاعتراب والتقديد وانا اعتقد انه هذا المناه الخيار الدستوري والخيار السياسي اللي نخدم به الآن هو خيار يتماشى معا معا واقع المرحلة وكان عنده إيجابيات رغم سلبياته يخي مش نحن اللي عملنا قانون الانتخابات نعم في تحقيق هدف الثورة مش نحن مش نحن مش نحن لدعينا التناصف بين المرأة والرجل مش حركة نهادة بعد يقولوا حركة نهادة ضد المرأة تنعنا لدفعنا لحق المرأة في الوجود في الحسيسية ولكن نعتقد انه النظام الانتخابي هذا كان النظام من أجل تشريك الأقليات اللي ما تقدر باش جيب 35.000 سوت باش يتلعب 900 سوت كي محسن في بعض المناطق وطلع حتى ب600 سوت لأنه البلاد في حاجة للتعدل والتنوع في موحل التأسيس في حاجة إلى مجلس يعني يحمي ذلك التنوع التعدد تكون فيه الجبISHشعبي ويكون فيه ستاليني ويكون فيه الماركسي ويكون فيه الإسلامي والإسلام المعتدل وغيره المعتدل ويكون فيه القومي ويكون فيه ويكون فيه ويكون فيه لأن البلاد في حاجة هنا ذلك وبين نظريا نقولوا بلاد معач نجم نظريا هذا النظام المختلط معاش شي خدم بها أكثر ربما تم شكوه نقول نحن مع نظام رئاسي علاش معتبر ذلك عتداع البرلمان وثم نقول نحن معه نظام برلماني صرف مثله كل برلمانات العالم وهذا النظر يعني هذا ناجع عن قراءة معناها موجودة في حلقة النظر خطر أننا نتفكر أنه في 2011 وقت اللي قدمت الرؤية كانت الرؤية أنكم مع النظام البرلماني قدمنا مع النظام البرلماني واستجبنا لمطالب البقية لوخيان في المجلس التاسيتي والبقية لوخيان من الحزاب الخارج المجلس التاسيتي والمنظمات وعملنا هذا الخيار المختلط نظام البرلماني المقيد أو النظام الرئاسي المقيد واللي هو في حد ذاته تثبط واللي هو موجود روشة به ليه في العالم موجود في البرتغال موجود في كثير من بلدان العالم واللي أثبت جدوها في مرح المعينة وأثبت سلبياته ونقاسه في مرح المعينة واللي يقوم على حاجة يشوفه طرفه ونظام سياسي بصفة عامة سواء كان رئاسيا أو برلميين أو برلميين معدلين ومقايدين ونسميه كيف تحب حتى مولوك ياه قوم على حاجة واحدة مهمة جدا كيف تتوفر هي خضرة لها مسيرج حتى مشكل قوم على روح المسئولية الوطنية العالية التي يجب أن تتوفر في كل مسئول في الدولة موش في رئيس دولة ورئيس الحكومة التي يجب أن تتوفر في كل مسئول في الدولة مهما على موقعه ومهما هبط موقعه وقتين يتوفر هدايا توفر القلب الكبير والعقل الكبير وتوفر ذلك المسئول المسئول العالي في الدولة اللي يعتبر تتواصل كل ولاده واللي يحب يحضنهم ويحب يردهم ويحب يقنعهم ويحب يعينهم ويحب يساعدهم ويحب يحب يحب باقي روح المحبة وروح الأخوة الوطنية خاصة لزيدها قوة وتزيدها منها تزيدها منها تزيدها وهج لو دعها صعيبة لتعيش البلاد يعني وقت اللي تلفت تلقى جارك مات وصاحبك مات واخوك مات وقت اللي تلفت وطلق الدنيا مهدا كده فاش نحكيه نحن نتعاركوا على شكون شكون يدليميشكو ما يديش وكلموت في نفس الأسبوع يتم استهداف ثلاث مؤسسات المؤسسة الحظنة للديموقراطية وهي البرلمان المؤسسة الأمنية وتم استهدافها يوم السبت الماضي شفتها في شارع الحبيب بورقيبا وتم في نفس الأسبوع استهداف المؤسسة الأمنية ويسقطوا أربع شهداء من مؤسسة العسكرية نعم إن شاء الله رب يرحمهم البعض يرى أنه العمليات هذه ما تلاثة استهدافها ذايا بالشكل الممجوش في البرلمان وللمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ما هو الصدفة؟ ما هو الصدفة؟ ما هو الصدفة؟ مش كنت نحكي أنا؟ قلت ما زاله هناك برنامج مشروع لتحتهم هذه التجربة وتطورات لوضع في ليبيا اللي بمناسبة نحيي الأخوة الليبيين ونتمنى لهم مزيد النجاح والتوفيق لأنه برح تفقوا على اختيار من يحكم يزيدها سرعة الناس جاءت تزري 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 وبعض التواصل ثوريين مش فيقين ولا فيقين وعملوا يروحا مش هنا تزري ولذلك يجري مستعدين لكل شيء ولذلك قال إجابة البوق المجلس والله من يعارف نهاردة ثلاثة يجيب يا ربي إن شاء الله ما يجيب لناش في كارتبلوتها كلاش والله يا ربي والله ما نعرفش ما نعرفش وين عقل وين عقل وين عقل وين مسؤولين الوطنية وين كده وذلك أنا أقول التجربة الأيام الأخير أثبتت بعدك المظاهرات تلقاتها سي فلان وسي فلان وسي قفراش من الخارج وبعد الحديث اللي قاله البارح المجل راحوي المجل راحوي قال نهاردة مهيلة حماسورية العاملة الارهابيين لأنها عندها مسلحة في شكوم الوراب تي نهاردة حزم حاكم مسلحة استقرار البلاد مسلحة أنهم تفرغوا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الخمس وقضايا التشغيل وقضايا كذا يعني يعني تو معقول وفرحام بروحه ويعطي بروحه مثل القوى الثورية لو كان القوى الثورية نصيبها في البلاد من مئتين وسبعة عشر نايد نايد بخمسمائة تساوت أو بل بساوت الف وخمسمائة تساوت فهي خربة المسعة أنا أعتقد أن الجبه الشعبية نفسها تحتاج وتسحق خير من هذا الموقع أنا أقول أن البلاد مستهفى والحملة على هذه البلاد وعلى هذه التجربة وعلى هذه الثورة وعلى هذه الشمع الموذية في المنطقة جاهدة تشتد وأعداء الثورة جاعدين يسروا الخطاع أعداء الذين يوردون العودة بين الحكم الترابلسية وحكم العائلة وليحبوا يرشعون الحكم الفساد والاستبداد وحكم القتل وحكم انتهاك العراض وحكم الاعتداء على المحسنات وحكم النهب الثروات وحكم الخيانة الوطنية وتفريط في السيارة الوطنية وحكم انها الفرد البشع في أبشع مظاهره يحبوا يرجعوا القائدين يسروا في الخطاع لأن هناك التطورات في المنطقة لو نجحت ستكون حامية للتجربة التونسية وذلك دورنا نحن كقوى مؤمن بالثورة رغم اختائنا ونقصنا مش عالي الوطنية في قوى المحسوبة على الثورة واللي نارت البلدية للثورة تتفتل شيئا دورنا ان نتواضع لبعضنا البعض ودورنا انه من ضيعوش ثورتنا ومن ضيعوش بلادنا هو كما قلت بسياتك سينوردين العبير بسبب الخلافات جزئية هو كما قلت بسياتك سينوردين ويوجد خديم المطلوب انه انهذا كما قال تونس كما الاسلاح كما الطيار كما حرك الشاب كما كل حزاب لطوم بالثورة وطوم بالثور وطوم بالدفاع لوحد التونسو باستقبلها تواحد الجهود حتى تفوية فرصة على عبيره على الناس الموزلوا ما وصلوا لهاش طالفون مش يقولوا لها أركح هزي راول العركة تفضلت وفات هو كما قلت سياتك سينوردين هو للأسف هننتحاور في مشاكل سياسية ما تعنيش برش الشعب لانه الأصل فيه رانا نحكيه على التنمية ونحكيه على إصلاحات الكبرى نحكيه على التشغيل نحكيه على طرق خلق الثورة الثروة اليوم نسبة تدائي نصر تقريبا 120% من الناتج المحلي اليوم عدد العاتلين جاوز 650 ألف وممكن يوصل للمليون معناها للصيف القادم كل عشرين دقيقة كما كنت تشير سياتك عندنا وفات بسبب الكورونا عندنا مشكلة تعتلقيها لليوم من زلنا ما جبناهمش ربما في الأزمة هذية ثم ربما بعض الإشارات انتعذوها مبادرة مبادرة للحوار تطلق من هنا وهناك أهم المبادرات هي مبادرة الاتحاد اللي عم تنسي لشغل تقريبا بياناتكم الأخيرة لكل بيان التنفيذي المرة هذه بيان الشورى لقبله بيان التنفيذية لقبله بكلهم أشاروا لدعمهم من مبادرة الاتحاد لكن الظاهر أنا عندكم تصور خاص لهذا الحوار شنو ربما هذا التصور انتما مبدئيا مع الحوار نعم نحن من وقت اللي بدأت دورة هذه 2019 قلنا المرحلة هي مرحلة تركيز محكمة دوالسورية كولوية ومرحلة انعتاف اقتصادية واجتماعية يعني التوانسة ثاروا من أجل حرية من عم لكن زادها ثاروا من أجل شغلهم وحقهم في الحياة الكريمة كي نحكي على حياة الكريمة نحكي على التعليم ونحكي على الصحة ونحكي على النقل ونحكي على البناء الاساسية ونحكي على السكن هنشوفوا نحنا بعد استينس ناستقلال هنشوفوا ونحكي على تقليص في نسبة الفقر مش زيادة نسبة الفقر مش تبقى الوسطة ولا يتبقى فقيرة نحبوا تبقى الفقيرة ولا يتبقى وسطة والتبقى الوسطة ولا يتبقى مرفقة مش اللي صار هو هو العكس مش صار بعد ثورة صار من وقت من وقت من علي صار من وقت من علي من وقت اللي قبل دون قلنا يزمن هي تبقى اقتصادية واجتماعية الناس هذية اللي وعي بانه دخول تونس في مرحلة الاسلاحات الاقتصادية والجماعية. وتوفير حاجيات الناس الحياتية. توفير الشغل وتوفير البنية السيء وغير وكذا. سهذا سيحسن الثورة. وسيجعل من مستحيل الانقلاب عليها. هذك هلاش بشاول التعطيد. هذك هلاش بشاول التجويش. هذك هلاش بشاول يحب يشلو اصدار القوانين لكذا. طو طو معقول. جلسة من الجلسات اللي عطلوا تعبير جلسة المحكمة السورية. اللي كنا نحن وكنا تقريبا متفقين فيها على ثلاثة اربعة سمائة باش نعديهم. دخلت وعطلت القاعة الجلسة بالقوة وبالعنف لانها عارف وكونوا المحكمة السورية مرت لو مرت ستكون عنوان اخر لتحسين الضورة وتحسين الدولة وتحسين التزربة واحدة. نقشنا ميزانية ما نقشش معنا خلاتنا وخرجت. نقشنا قانون الاقتصاد التضامن خلاتنا وخرجت. نقشنا اليوم النقش في بعض القوانين في الجهات خلاتنا وخرجت. ما تهمهاش الخطايا هذه. نقشنا قانون تشغيل المعطلين على العمل. اللي فقت مدة بي ثلاثة معزرزين. خلاتنا وخرجت. وما خلات ما قالت فينا. تعرف عليش. واليوم هنو مش نقش القانون الكوفيد. قانون اتفاقية مع دولية لتوفير اللقاحات للتوانسة. كان مفروض تكون البارحة الجلسة. كان مفروض تكون اليوم. واك 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 بالعيات واك واك بالعيات والسبان والعيات والسبان واللايف. وان شاء الله نهارة ثلاثة تخلي الجلسة. خوة سيلوردين تغطر شارع وتسمعوا الناس. انتم مش يقولوا معناها على المتسببين في الازمة. شوف معي هالريبرتاج هزتون هابتة اليوم لشارع الحبيب بورقيبة وعلى شارع الثورة. خلينا نشوفوا ربما بعض اراء المواطنين ثم نعود لنقاش. تفضل. ازمة سياسية جرة السرقة. اول حاجة. اول حاجة هي السرقة. يزم من نحو السرقة. كل البعض كلهم يسرقوا. عشرة سنوات مناها مرينا حتى شيء. التالي ليس القدام. فهمتها. قفت المواطن مناها البلاتوات يتقعاركوا وكهوة يحبوا المناصب هما. هم مش حاجتين بالبلاد. ازمة صعبها بارشا. واللي اصعب منها انه الشعب هو اللي يمشي في الساقين. الشعب هو اللي يمشي في العافس كما نقوله احنا. وبالنسبة لينا بصراحة معناها. كل حد يجي شد منصب يحبي عبي كرشو. يجي جعان ويحبي عبي كرشو. المفروض اللي يجي يجي يفكر في هالدولة. يجي يفكر في البلاد. يجي يفكر في الشعب. يجي يفكر في الشباب الضايع. اكبر يعني شاهد ودليل على ان الوضع السياسي في تونس متعفن ما نعيشه في مدلس النواب الان. مدلس النواب عبارة على كوتل تتعارك وتتخاصم على المصالح الضيقة والانية. ولا واحد فيهم عنده يعني اهتمام بالوضع الاقتصادي. بالوضع المالي. بالوضع اجتمام البلاد. بالوضع الصحي الكارثي. بالوضع يعني التعليمي. حاجة حاجة كارثية. حتى المساج اللي يعطوا فيه اللعبات حاجة يسر نيجاتيف. هم نسي نروحهم العالم. كل قاعد يتفرش فينا. قاعدين يعطيوا علينا في ايماج يسر خايبة اللي نحن بلاد متقدمة. بلاد متحذرة. بلاد عبادة مثقفين. اقوى. اللي في العالم شدينهم. يلوجوا عليهم شدين هم توانسة. قاعدين يمسخونا في الصورة متاعنا. نحنا شعبنا ما هوش اكاكا يخرجوا للشارع التونسي. نحنا نصور هنا في الشارع. ونعرفوا العباد كيفاش. العباد ما يش ذكره. قاعدين يعطوا في في التلفزة. اذيك حاجة اخرى. اذيكم ما همش منا. ما يمثلوش تونس. وما يمثلوش الشعب التونسي. المسؤول هم ثلاثة رؤوسة. رئيس مجلس النواب. رئيس الحكومة. ورئيس الجمهورية. ثلاثة. هو المسؤول الوحيد على الوضع البلاد هذي هو الشعب. مسؤول احنا الشعب اللي اختنا انتخبناهم واعطينا فيهم الثيقة وطلعوا مش في المستوى. مسؤول قيسع خاطر هو من الاول احكا كيفش حكال الشعب كيفش حكال للطبقة المثقفة واندرشنو بشي 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 صلحوا بشي يعطي برشة حلول. فهمتني هو زد خرج برشة مشك. السياسيين هذو هما الجدد اللي جاءوا بشي يقضيوا مصالحهم هما اللي هما اللي خلاوا البلاد في الوضع ذايا. الدليل قاعدين يقضوا في قروضات ما نعرفوش مآله وين قاعدة تمشي. والقروضات هذي كمشي خلصوها أولادنا أولاد أولادنا. بالنسبة لي انا ضرب لشمالي. كان جاء هو فما شكون في مجلس نويب ذوكم شكون فما حاجة اسمها الردع. لهم هما روى ذاك الكل ما سارش. الحلاني قتلك يعني تغيير جذري وتغيير النمط السياسي متاع البلاد لأنه النظام السياسي متاع البلاد ما يحكمش. يشوفوا حل له الوضع اللي احنا فيه يتفضلوا خليوا بلاستهم الغيروا. يكونوا في المستوى ينسحبوا. حل اخويا هاو كان فما انتخابات مبكرة ان شاء الله فهمتها. ما كانش اخويا معناها يجزم الشعب التونسي يجي قدام مجلس النواب فهمتها ويخرجهم هالناس هذو يخرجهم. معناها ما فيهم حتى حد يصلح. ما فيهم حتى حد يصل. خلونا نعيشوا ما غير مجلس النواب. خلونا رئيس دولة ويخلوا الشعب. ورئيس الدولة زيدي يعيشوا معه ما غير البروتوكول كرهب وموتورات. يرجعوا قبلها كيه لعهدها كيه يخرجا كيه يحوسوا كيما بين الشعب يشوف شعب وشنا يحب وشنا يميحبش. طه نرجعوا في خير. سمعت معي سينوردين بعض المواقف من. ماذا حذاش كنت اقول. كنت الناس هذومة. بخرق القانون للصور والتعدي على الاخلاق وكل القيم وما عندها هات حدود يحبوا يقنوا الناس. بتبيعة بتغطية عالمية. هنا احنا تم تحركات بسيدة في اقصى الجنوب بتغطيها بعض القنوات العربية. تلقي الحدث والسكاي نيوز والعربية والكل هابطة. هابطة على حلقة فيها عشر من الناس. كيفاش سمعت بها وكيفاش بشتلها واضح. كونو تم تركيز من اجل تشليك ومن اجل ترضيه للتجربة في 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 تونس. لي اقناع الناس انه وراكم كنت في واضح اقبل خير من طو. كنت في واضح اقبل خير من طو. باش يفتح لها الباب والمجال للانقلاب والعودة معناها للتجربة ما قبل معناها ما قبل الثورة وكانوا لا ثم شهداء ولا ثم تضحيات ولا ثم شعب ولا ثم ولا ثم ولا ثم ولا ثم. هضاي الكل وعكل حال فاعتقادي انا مرفوض. مرفوض ومستحيل يكون. تعرف عليش. لان اتوان سخلوها وجهة مبرشة فورس قلوها ويعودوا يقولوها وماش يعودوا يقولوها. اسحيحة وضاحم مد اسحيبة. ولكن ثورتهم وحريتهم ما ينجموا يفرتوا فيها لاي حد. مهما كان اسمه سواء كان من الناس حكمه قبل وللناس اللي حكمه طوي. واثنين الناس هذيئة اللي قاعدة اليوم اتعطن. طوينا انا كيجي ناخدوا قانون مثل اشغيل معاطلين عمل. وليحابوا يعطلوا موافقتنا عليه. وليحاولوا يعطلوا تنفيذه. ولا ناخدوا قانون هذي المحاول ما ندخل في الاتفاقية باش نوفروا. كوفاكس. نوفروا معناها كوفاكس باش نوفروا التلقيح للتوانسة. عليه. تحب ناس موتا. ثم توزي ضد انو توانسة يخدموا. وانو من الخمسمائة تلف وستمائة تلف بطالة. انخدموا خمسين والسبعين والمية تلف. ثم توزي. شو ما اسلحتها عبير? والناس اللي معها بيش يعملوا شي اضاي. شو ما اسلها. ثم حد عنده مسحة في انو موجوبش تلقيح لتونس. هل ممارسات هذه كرهت الناس في حاجة اسمه ديمقراطية. نحكي على البسات. ناس يقولوا الديمقراطية نور مال مو هي الية باش يجبون للمرفاه الاجتماعي. ناثر الناس ناثر الناس. لانو الحملة الاعلامية على توز كبيرة برشة. وتم عملية هرسلة. وعملية مناها متركاج صباح وليل. وكل ما صباح وكل ما عشية كمطارف. انا ناثر الناس. لكن لازم الناس يشوفوه زيدي وقولوا بكل صدق. وكل موضوع. يولي يحمل المسؤولين لكان سبب. يخيانك يجيما حين نخدم حاجة. ونحب يجيب تلقيح. ونحب يخدم الناس بطالة. ونحب نجيب استثمار باش نام مشروع كبير في تونس. وتعطلني. الجهة الفلانية او الطرف الفلان. كما يحمل الناس للعطلة. نعم. يمنعها تقول الباهي والخيب. كلمة زعت هزل بالكل. ما زماش هزل الكل. ينزم الان سيفرقوا. بين القاعد يجتهد. وقاعد يخدم. وقاعد يتصل. وقاعد يتعب. وقاعد يحاول مع الأصدقاء. ومع الشقاء. باش يجيب فلوس تونس. باش يجيب استثمارات. باش يجيب نسبتارات. باش يجيب تلقيح. باش يسلح وضاع كده. وبين اللي هو خدمته التغطير. شوف يقول لك حاجة. طيو نحنا قدش عنا من الكوفيد. من مارس. عام. الجهلة البذلت والبالديات في تونس. باش واجهة الكوفيد. وباش وفرت للحاجيات الغذائية. وباش عملت يعنات. وباش جابت منها للمسكوات. وباش جابت الدويات. وباش وفرنا وباش كده وكده. بالله يقول لي فهل الناس اللي خدموا الكل. تم حد من جماعة عبير. شفتوا نهارة عبير في حملة متعدة عقيم. في شارع مشوارة. في البالديات. شفتوا نهارة عبير جيب في الكمامات. مسبيطار مسبيطارات. والسوق ما الاسواق. شفتوا شفتوا شفتوا. حياة التوانسة متهمهاش. ودال كيف انا نقوم بجهر. وتعطلني هي. تحملني يا مسؤولية هفعلها. ميجيش طالح مشو جزر الطالح. نرجع المبادرة الحيوان. الناس تحمل بكل طرف مسؤولية. اذا كان نغلتان نور ديني بحير. نتحمل مسؤولية غلطة. ونعترف بيه وقران نغلط. وانا نتحمل تبيعات القطاع. نعم. اما كيبدأ غير يقار يعتل فيها. كيبدأ غير يقار يشوش عليها. مه. كيبدأ غير يحاول يردل الدورة وحاول مسها. مفروض الناس يقول للمحسن يا حسن. والمسياسات. خليني الاستاذ مو في هذه المرة. لا. بعد دقيقة لمازال سينور دين خلنا نرجع ولي مبادرة الحوار. شنية تصوركم انتوما للحوار. نحنا وكل حال نحنا كنا ومزلنا وسنبقى. مه. دي ما مع الحوار. ونحنا نقوله. واختلي ضيق بك الحال. عليك بالحال. وعليك بالحوار. عليك بالحوار. بأي شروط الحوار. الحوار الذي يضم الجميع بدون يقصى. وبدون استثناء. ونحنا عبرنا على دعمنا من بدرة التحامل العام التونسي للشغل. وعبرنا على دعمنا ومساندتنا لمشاركة كل مؤسسات الدولة. ولي ان تكون معناها تحت شراف سيدرس دولة معنا حتى. حتى معناها. إذا كان الاتحاد يفرض بعض الشروط. وان يكون حوارا عاما واسعا عميقا حول قضيان الاقتصادية. حول قضيان الشمعية. حول كل ما يهم التونسة. نعم. ويهم حضرهم ويهم مستقبل. نعم. الاتحاد يريد يريد حوار بين متشابهين. يريد حوار بالبيع المشروط. قيسة سعيد يحب حوار لتصحيح مسار الثورة مع مشاركة الشباب بأي سيقة ما نعرفوش. دون كذا يتناقض. ليش قلونا والله ما احنا ما ذولي اه ما تم حتى حد ينقر كونا كنا مع الثورة نفس. مهم. ستين سنة استقلال كنا مع الثورة. كنا ضد نظام من برقيب الله يرحمه. ودفعنا الثمن غاليا من اجل الهوية ومن اجل الحرية ومن اجل سياة البلاد واستقلالها ومن اجل ارتباطها وعلاقتها بال بالامة وبمحيطها العربي الاسلامي. واختلفنا. ودفعنا الثمن والنجم يكونوا غالطين في حواج ومصيبين في حاج لكنا وكل حال قمنا وتحملنا مسؤولياتنا ومهربناش ومخفناش. ودفعنا الثمن في المرحلة الثانية بعده مع ابن عليا الله يرحمه كذلك. والناس كل تعرف شي هذا. وكي جات الثورة ما اتعاملناش معها بمنطق ما اناها الغورة والغنيمة. ونحن الحزب الاقوى مفقوحاتشيط عملن معها بمنطق المسؤولية. وشاركنا مع الناس كل واقبلنا بحكومة سي معناها. معناها الحكومة الاولى واقبلنا بحكومة سي الباجقة سيبسي الله ما اناها يرحمه وشاركنا في انتخابات في قواعد اللي البعض منها كنتشوفه نتائجها. واقبلنا المنافسة الديمقراطية ومنقلبناش على صديق الاقتراع وقت الاقتضاء لامر الحوار وطني. شاركنا فيه وقبلنا نتائج وكذلك لمصلحة التوانسة والذات نحن عاقدتنا ومبادائنا وقيمنا واخلاقنا لتربنا عليها في هذا الحرك المناظر الحركة الكبيرة الكبيرة مش بحجمها رأوا. رأوا الكبير بعقله. والكبير بتحمل المسؤولية. والكبير بالروح الوطنية لتسري داخله ولتخليه. وقت اللي يختار بين حرية بلاده واستقلالها وسيادتها وحرمتها ووحدتها وبين روحه ودمه. يقبل باشي يموت. وماذا يعش بلاده. وهذا هو هذا واقصد درجات التضحي من نجل البلاد. وهذا هو الامتحان اللي نحن عايشين. والبعض البعض يعتبر انه حركة النهضة قاعدة مارس في نوع من من الاستضعاف بيقابولها في بعض المحطات بنتاج الحوار. حوار الفين وثلاثاش كان في الاخر اخرجكم من من الحكم. حوار حوار الفين وثمنتاش كان تقريبا للانتصار لجناح الباجي قايد السبسي ولانقاذه ربما وحاولت الانقاذه. ذنك الحوار في الاخير مخدمكم مش ما لك حركة ناس. شفت يقول لك راه هو حركة كبيرة مش كبر بال بالعدد. ولا بالوزن. كبر بالعقل. وبيروح المسؤولين الوطنيين العالي. تو ثم حزب. ثم حزب في العالم في الدنيا. كي ما يبداش عنده قيم عالية جدا. كي يبداش معناها لانه هي شي امتحان الحكمة امتحان. اختم واحد يتسلم في الحكمة. ياو شوفوا نحن في بعض البلدان مات ومئات الالاف. في سوريا تقريبا اشتر الشعب السوري مات. والباقي يتم تهجيره. وقال الان نحكم. وفي بعض البلدان الاخرى من اجل الحكم. يتقاتل المتقاتلون. وتنطلق الدبابات والسواريخ والمدافع والكلاش كده ويقتل الاخ اخيه. وابن العم ابن عمه. والصديق صديق وشقيق شقيق. صح? كي تلقى حركة في 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 وعي حركة النهضة. في تحمل مصولية. والمي جديد يا رو. رو حركة النهضة ثم بعض الحركات. بعض الحزاب الماركسية والقومية. وحتى الاسلامية. مهي. تورطت في الكفاح المسلح. نعم. رغم اللي اللعاناته اقل برش ما حركة النهضة. وحركة النهضة رفضت ذلك. وربي سبحانه وتعالى عصمها. نعم. من دم التوانسة. ومن وحدة ومن وحد شعب. وذلك كي تلقى حركة. تتخل عن الحكم. من اجل تونس. من اجل التوانسة. حقنا لدماء التونسيين. وحماية الوحدة لبلاد. وتقديم لمصلحة التوانسة عن المصلحاتها الشخصية. مهي. تقولوا هذا ضعف. نعم. اذا كان يتخل من جلس تونس ضعف. فنعم الضعف. يا سيدي شكرا لنا. فنعم الضعف. وقتل الناسي بالباطل. وتوريد تونس في حرب اهلية. وزاج جباه في متهات الكراهية. والتقاتل. ومنح التباغض. وتسفيت الحسابات. مهي. عمره مكان القوة. هو في الاخير اليوم. اليوم سنردين نتعلم من من الدرس الليبي. ضعف. هو نتعلم اليوم من الدرس الليبي. لانه البارحة الاخوة الليبيين كانوا ولا الفرقاء الليبيين كانوا يتعاركوا بسلاح. اليوم. احناي خدموا خدموا الماكينات. نعم. ولا تجري خايفينوا الوضع في الليبي. شكرا. الوضع في ليبيا سيستقر وان شاء الله. مهي. وستكون ولو نعلم هذا. ان شاء الله ايجابية على تونس. نعم. وستكون له تثير ايجابي على تونس. نعم. لانه امن ليبيا. وامن الجزائر من ان تونس. التحية للشعبين. الشعقين. الجزائري. والليبي. وانتمنى لهم ان شاء الله. كل التوفيق. وضحت السورة. شكرا لك سيد نوردين البحيري. نائب رئيس حركة الناظر المكلب بالفضاء السياسي والخارجي. بارك الله فيك على كل مآفة تنبيه. شكرا لكم على حص المتابعة. نتقابله ان شاء الله في نفس التوقيت يوم الاثنين القادم. لذلك الحين اترككم في رعاية الله. الى اللقاء. اشتركوا في القناة